موسيقى هذه السنة تحل ذكرى عيد العرش المجيد لتتوج مصارا تاريخيا غانيا ولتتوج كذلك 21 سنة من العهد الجديد حافل بالإنجازات على كافة المستويات ويمكن بالمعنى الخلدوني بالمعنى بالخلدون اعتبار هذه 21 سنة دورة تاريخية كاملة مفتوحة على آفاق واعدة أقول مفتوحة على آفاق واعدة لأنه خلال 20 سنة من العهد الجديد منصاربة دخلت بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة في سلسلة مترابطة ومتكاملة من الديناميات ومن الأوراش الإصلاحية التي مكنت بلادنا من أن تتجنب رغم قساوة وشدة تحديات والتعقيدات النابعة من محيطنا الإقليمي والجيوي والدولي ولكن مكنت بلادنا من الصمود بل ومن أن تفتح على جدوى الأعمال آفاقا واعدة بالنسبة لمواصلة بلدنا لمصار التطور التاريخي ولمصار التقدم إلى الأمان خلال 20 سنة منصارمة يعني عيشنا كما قلت سلسلة من الديناميات ومن الأوراش الإصلاحية التي شملت كافة المجالات ولا يتساع المقام لجردها وليذكرها مجتمعة إنما في الإجمال هذه 20 سنة من العهد الجديد قوت من صمود بلادنا وعززت قدرة بلدنا على أن يربح العديد من الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية كذلك واليوم عندما نفكر فيما تقوله الوفود التي اعتدنا على استقبالها هنا بمقر البرلمان نشعر بالاعتزاز أن تكون بلادنا قد حققت كل هذه الإنجازات خلال هذه السنة وبالرغم من أننا نعيش ولازلنا نعيش يعني تداعيات المرتبطة بأزمة كوفيد-19 إلا أن الرؤية المتبصرة والإشراف المباشر لجلالات الملك مكنت بلادنا من تجنب عواقب وخيمة لهذه الأزمة غير المسبوقة وغير المتوقعة إذن فحلول ذكراعية العرش المجيد خلال هذه السنة كيمكن نعتبره يعني سنة توطيد المكتسبات التي تحققت خلال عشرين سنة المنصربة ولكن أيضا سنة التي تتهيأ فيها بلادنا لاغتياد الآفاق الرحبة التي انفتحت أمام البلد بفضل تلك الأوراش وتلك الدينامية الإصراحية التي شملت كل المجالات وكل المستويات الجميع يعرف النتائج المترتبة عن هذه الأزمة ولكن كذلك الجميع يقر اليوم بفرادة وتمييز التجربة المغربية في التعاطي مع النتائج الكاريتية لهذه السنة وبالرغم أن الوضع الاجتماعي أصبح اليوم بفضل هذه الجائحة وضعا صعبا وبالرغم أن عجلة الاقتصاد الوطني قد تضررت في عدد من القطاعات وبالرغم من قساوة النتائج التي ترتبط عن هذه الجائحة سواء على المستوى الصحي أو على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي ولكن البلد تهيئت له اليوم فرص ومقومات الصمود بل وارتياد الآفاق الجديدة التي فتحت هذه الأوراش اشتركوا في القناة